صيد من محافظة ذيقار وصل وفد أمني ورفيع إلى المحافظة يضم رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغاني الأسدي ووزير الداخلية عثمان الغانمي وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة وقال مصدر أمني أن الأسدي والغانمي يزوران ذيقار استناد لتوجيهة القادة العام للقوات المسلحة لبحث آليات التهديئة وعودة الأمن إلى الاستقرار والاستقرار إلى ذيقار مضيفا أن الوفد دعا خلال اجتماعه بشيوخ العشائر إلى التهديئة لعشرة أيام ولم يحمل الوفد أي توامر بإجراء تغييرات إدارية في ذيقار هذا وقد شهدت المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية احتجاجات دامية صاحبها أعمال عنف وإغلاق طرق مطالبة بإقالة المحافظة وأسفرت عن إصابة العشرات بين المتظاهرين والقوات الأمنية إضافة إلى استشهاد أحد المتظاهرين هذا وتشهد مدينة الناصرية هدوءا تاما بعد ثلاثة أيام من التظاهرات الدامية أسفرت عن إصابات بين صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين وإعادة فتح جسي الناصر والشهداء بعد إغلاقهما بسبب الأحداث وقال مصدر أمني أن جميع المتظاهرين انسحبوا بعد تظاهرات حاشدة طالبوا فيها إقالة المحافظ ناظم الوائلي فيما أعيد فتح الطرق والجسور التي قطعت من قبلهما وضف المصدر أن المحافظة شهدت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية انتهت بتسجيل 27 شخصا بينهم 15 من القوات الأمنية وبعض الإصابات كانت بطلق ناري كشف مصدر أمني عن تعرض شيخ عشار العبودة الشيخ حسين الخيون إلى محاولة اغتيال فاشلة في الشطرة وقال المصدر أن عددا من المسلحين المجهولين حاولوا اغتيال الخيون فجر الخميس قبل فرارهم مشيرا إلى أن العملية تمت خلال جولة كان يقوم بها الخيون في مزرعته وأسفر عن إصابة سائق السيارة التي كان يستقلها الخيون برصاصة وتم نقله إلى المستشفى